بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقي وفي درسي اليوم بأريكم كيف تقدروا تدخلون الى سكريبت ثاني وتنادون الدوال اللي في هذا السكريبت وكيف تتحكموا بالفاريبز اللي فيه تقدروا تاخذون قيم او تغيروا قيم عندنا المشهد او السين فيبو اثنين game وبعدين كل واحد فيه سكريبت مختلف الاول فيبو سكريبت اي والثاني فيبو سكريبت بي وسكريبت اي فيبو متغير ودالة واحدة متغير اسمه اكس من نوع انتجر وقيمته خمسة وفيه فونكشن اسمها say تكتب فيها اي رسالة وتطبعها لك وهذا سكريبتنا الثاني سكريبت بي فنبغى ندخل لهذا السكريبت ونغير قيمة الى الاخس وننادي هذه الدالة فنبدأ عشان ندخل اي سكريبت ثاني او كومبوننت نعرفه زي اي متغير ثاني فنكتب public سكريبت اي اس اي وبعدين عند void start نكتب اس اي ضوط زي ما تشوفوا عندنا say اللي هي الدالة مكتوب وتستقبل variable واحد من نوع string وفيها متغير واحد اسمه اكس من نوع فنغير الـ X يساوي ثلاثة وبعدها نقول sa.say currentValue is معناها القيمة الحالية هي sa.x اللي سونا هنا أول شي غيرنا قيمة الـ X في هذا الـ script إلى ثلاثة وبعدها ندينا دلة say واللي هي تطبع أي رسالة من الررحة داخلها من نوع string فكتبنا هذه الرسالة زايد قيمة الـ X اللي موجودة في الـ script نعمل save ونرجع للمشهد صار عندنا فراغ جديد مكتوب none يعني ولا شي فاضي لسه يستقبل متغير أو يستقبل object من نوع script A فإذا ضغطنا في الدائرة الصغيرة هذه يورينا الـ objects اللي في السين وعندهم هذا الـ script object A هذه الطريقة الطريقة الثانية الـ object نفسه عنده الـ script فنذهب إلى الـ object الثاني ونسحبه إلى مكانه متغير ونشغل اللعبة نختار الـ object هذا وتغيرت قيمته لثلاثة وطبعا لنا نرساله هنا current value is 3 وهذه ببساطة كيف تقدروا تستخدمون script ثاني ومتغيرات اللي فيه تغيرونها أو تستخدمونها وكيف تنادوا الـ functions اللي داخلها وهذه نهاية الدرس إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الـ comments تحت وإذا ما انتم مشاركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس زي هذه أول بول كان معكم عمر بن فقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة